بملء الفم وبعلو الصوت فيها قيادة وطنية شريفة قيادة عروبية انا باستغرب على بعض هذه الاصوات بينما الاسبوع الابن الفات كان معايا السيد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج وتكلم معايا السيد اسماعيل هنية اكتر من مرة والكل اثنى على موقف مصر وموقف القيادة المصرية طب انتوا بتزايدوا باسم مين ولحساب مين وتريدون الناس تدخل في معارج جانبية المصلحة مين احنا مش هنخش في معارج جانبية ما حد لان احنا لنا هدف واحد دلوقتي انقاذ اهلنا الدفاع عن المقاومة بغض النظر عن اي خلاف فكري او ايديولوجي كل من يوجه ضربة لاسرائيل احنا معاه حتى وحنا مختلفين معاه سياسيا وفكريا لكن احنا معاه في مواجهة عدو ظالم لحيائة مصر ولحيائة دول الخليج ولحيائة اي حد ابدا عنده خريطة وعنده مطامع علينا ان احنا نفهم بقى كفاية كفاية خلافات والتمزق في اواصل العلاقة عادي ان ننم بعض كعرب احنا كلنا مستهدفئين والله ما حيسيبوا حد ولو انتصروا في غزة وسقطت المقاومة والله حيفتحوا على حد تاني وافتكروا كلامي ده وانا الكلام ده قلته من يوم العراق وقلت العراق اذا سقطه سيفتح الطريق امام الكل بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف مع اي حاجة لكن بالفعل كان اسقاط العراق في هذا الوقت بداية لتنفيذ مخطط الشرق الاوسط الجديد النهار ده بتحركوا في المرحلة التانية من هذا المخطط فمن ادهمش الفرصة باي حال من الاحوال نهاية البقات